أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن فصل مزيد من البنوك الروسية عن نظام السوفت المالي سيؤثر على الاقتصاد الروسي وأضف بوريل أن الارتفاق الأوروبي على حضر النفط الروسي يعد حلا مقبولا وفي تصريحات للصحفيين لدى وصوله إلى مقر عقاد المجلس الأوروبي أوضح بوريل أن الاتحاد لديه خطة لحضر 90% من واردات النفط الروسي ضربة أوروبية تستهدف حرمان روسيا من مصدر تمويل ضخم لعملياتها العسكرية في أوكرانيا هكذا جاء قرار دولي الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسيل بخفض الواردات من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أوضح أن قادة الاتحاد اتفقوا على فرض حضر تدريجي على واردات النفط الذي تصدره روسيا عبر السفن ووافقوا في الوقت نفسي على منح إعفاء مؤقت للنفط المنقول عبر خطوط الأنابيب وذلك إرضاء للمجر التي هددت باستخدام الفيتو ضد هذه الحزمة من العقوبات الأوروبية على روسيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي قال إن الاتحاد سيبحث في أقرب وقت ممكن توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل صادرات النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب لدول التكتل من جهتها تعهدت ألمانيا وبولندا بوقف وارداتهما من النفط الروسي عبر خطر أنبيب دروكبا مما يرفع كمية الصادرات النفطية الروسية التي سيتخلى عنها الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام إلى 60% وتعد حزمة العقوبات الأخيرة هي السادسة ضد روسيا وهي ثمرة مفاوضات مضنية استمرت شهرا وتشمل أيضا إدراج 60 شخصية إضافية على القائمة الأوروبية السوداء إضافة إلى موافقة دول الاتحاد على إقصاء ثلاثة مصارف روسية من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية من بينها سبيربانك أكبر بنك في روسيا في خطوة يعول الأوروبيون عليها لزيادة عزة النظام المالي الروسي قال نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة على روسيا غير كافية وأضاف المسؤول أن وثيرة العقوبات التي حضرت معظم واردات النفط بطيئة للغاية كما أنها جاءت متأخرة جدا قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف إن بلاده تضمن مرور السفن المحملة بالحبوب دون عوائق من الموالي الأوكرانية إلى البحر المتوسط إذا حلت أوكرانيا مشكلة إزالة الألغام من المياه الساحلية وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني أكد لفروف أن روسيا بذلت كل ما في وسعها لحل مشكلة الغذاء في العالم تحدثنا عن الإجراءات التي تتخذها روسيا لمدة لأكثر من شهر مضى وحول الحصول على عبور لهذه السفنة الأوكرانية التي موجودة ضمن حصار في تلك المنطقة في المياه الأقليمية الأوكرانية والتي تم تلغيمها إذا تم حل مسألة نزع الألغام ويمكن أن نقول للزملاء الغربين القلقون بأنه روسيا يمكن أن تضمن عبور هذه السفن من دون أي تعوائق وصولا إلى البحر المتوسط ومن ثم إلى وجهتها استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن تسليم أوكرانيا أنظمة قاذفات صواريخ بعيدة المدى قادرة على بلوغ روسيا رغم المطالب المتكررة من كياذ بالحصول على هذه الأسلحة هذا وحثت الحكومة الأوكرانية الغربة على تزويدها بأسلحة أطول مدى حتى تتمكن من قلب موازين المعارك التي دخلت شهر الرابع قبل أسبوع المزيد في صياق هذا التقرير خطوة أمريكية إلى الوراء هكذا فسر أعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجع بلاده عن تسليم أوكرانيا أنظمة قاذفات صواريخ بعيدة المدى قادرة على بلوغ الأراضي الروسية رغم المطالب المتكررة من كييف للحصول على هذه الأسلحة قرار رئاسي قطع الشك باليقين فيما يتعلق بمسألة الدعم العسكري الأمريكي للحليف الأوكراني في ظل تقارير أعلامية كانت تتحدث عن اقتراب واشنطن من تسليم كييف أنظمة قاذفات صواريخ متعددة بعيدة المدى وذلك بعد موافقة الكونغرس على مساعدة إضافية لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار وذكرت التقارير أن من بين الأسلحة المزمع تزويد الجيش الأوكراني بها قاذفات من طراز M270 وهي آليات حديثة يسهل نقلها ويبلغ مداها 300 كيلو متر كما درى الحديث عن نظام يسمى هيمار يبلغ مداه 150 كيلو مترا وهو أبعد بكثير من قاذفات الصواريخ M777 التي تسلم إلى كييف حاليا ولا يتجاوز مداها الفعلية 40 كيلو مترا وحثت الحكومة الأوكرانية الغرب على تزويدها بأسلحة أطول مدى حتى تتمكن من قلب موازين المعارك التي دخلت شهرها الرابع قبل أسبوع وتواجه القوات الأوكرانية حاليا صعوبات في دونباس حيث يتركز الهجوم الروسية حول مدن أساسية وتقدمت القوات الروسية نحو وسط سيفيروناتسيك التي تتعرض للقصف منذ أسابيع أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين بأوكرانيا إلى 8900 ما بين قتيل ومصاب منذ بدء العملية العسكرية الروسية وذكرت المفوضية في بيان أنه تم تسجيل 4074 قاتيلا بالإضافة إلى 4826 مصابا وأوضح المكتب الأممي أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة المتفجرة ذات نطاق تأثير واسع بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية أعلنت أوكرانيا تصدير نحو 47 مليون طن من الحبوب والمحاصيل البقولية منذ بداية العام الحالي وقالت كييف إن إجمالية صادراتها من الحبوب خلال شهر مايو الجاري بلغت مليون وستين ألف طن رغم العملية العسكرية الروسية وتلعب أوكرانيا دورا كبيرا كمصدر للغذاء في العالم حيث تسهم بتوفير 42% من زيت عباد الشمس عالميا وستة عشر بالمئة من الذرة وتسعة بالمئة من القمح قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الحديث عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية يقودنا إلى تناول موضوعات الأمن القومي العربي والأمن الغذائي وأكد أبو الغيط في كلمة له خلال أعمال الدورة العادية الثالثة والخمسين للجنة التنصيق العليا للعمل العربي المشترك والتي شارك فيها عبر تقنية الفيديو كونفرنس أكد أن الفجوة الغذائية ستتفاقم إن لم تتدخل الدول لعلاجها وأن معدلات التضخم ارتفعت في كل الدول بلا استثناء تسببت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بتعطل كبير في إمدادات الغذاء العالمية حيث تنتب أوكرانيا بجانب روسيا ما بين 25 و 30% من إمدادات الحبوب في العالم وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن بلاده مستعدة لمناقشة سبل تمكين أوكرانيا من استئناف شحن الحبوب من موانئ البحر الأسود للمزيد في سياق هذا التقرير في ظل حالة من عدم اليقين بشأن الأزمة الأوكرانية ومآلتها على الأمن الغذائي العالمي بسبب إسهام روسيا وأوكرانيا بقرابة ثلث إمدادات القمح العالمية تبدو الأمور معقدة في هذا الإطار مع محاولة كل طرف استخدام مختلف نقاط القوة التي يمتلكها لإضعاف الآخر الكريملين أوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألمني أولاف شولتز بأن روسيا مستعدة لمناقشة سبل تمكين أوكرانيا من استئناف شحن الحبوب من موانئ البحر الأسود وإيجاد البدائل لتصدير الحبوب دون عوائق بما يسهم في حال الأزمة الغذائية العالمية فضلا عن زيادة الصادرات الروسية من الأسمدة والمنتجات الزراعية في حال رفع العقبات المفروضة عليها وهو ما فرضته الولايات المتحدة الأمريكية ومع تحذيرات مستمرة من الأمم المتحدة من تفاقم أزمة الغذاء حول العالم تحاول دول غربية أخرى كبريطانيا وإيطاليا إيجاد سبل لحل الأزمة واستئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا لتجنب أزمة غذاء عالمية اعتهمت أوكرانيا ودول الغربية روسيا باستخدام أزمة الأغذية كسلاح فيما تلقي موسكو باللوم على نهج العقبات الذي يتبعه الغرب في التعامل معها ما تسبب في تصاعد أسعار الحبوب وزيوت الطعام والوقود والأسمدة لتظهر معالم أخرى للصراع الروسي الأوكراني تؤثر على الاقتصاد العالمي برمته